الآن ركز معي في هذه النقطة لأنها مهمة جدا فلو كانت صفات الناس تتحدد بالشهر الذي ولدوا فيه السلام عليكم هل تؤمن فعلا بأن الأبراج لديها نسبة من الحقيقة؟ هل أيضا تؤمن بأن الأبراج تعطي صفات معينة للشخص الذي يولد في ذلك الشهر الذي فيه ذلك البرج؟ هناك عدد كبير جدا من الناس يأخذون الأمور بجدية وهناك البعض الآخر يعني بين بين نعم هي الأبراج والتنجيم وهل فعلا ما تقوله الأبراج حقيقي؟ وهل تلك الصفات المعطاة للإنسان أيضا من الأبراج؟ كل هذا سأجيبكم عليه في هذا الفيديو فالمهم لا تنسى تشترك في القناة حتى يصلك أي فيديو جديد ولا تنسوا تتابعوني على الإنستغرام وصنابشات وحسابي على الفيسبوك فيلا بنا نبدأ الأبراج أو الزودياك هي مواقع فلكية لها أسماء معينة يمكن تصنيف أوقات معينة من السنة بالبرج الذي يظهر في ذلك الوقت ويتميز موليد البرج الفلاني والفلاني بصفات معينة الأبراج أيضا تدخل في التنبؤ بالمستقبل والتكهن بما سيقع من أحداث بوسطة النظر إلى الكواكب والنجوب في السماء ورص حركتها ومنازلها المقسمة على مدار السنة ويقول الكثير من المؤمنين بها أن لها تأثير على مصير الشخص وحتى صفاته أيضا مثلا كأن يقول لك اليوم سيحدث لك أمر سيء لكن لا يقول لك ما هو هذا الأمر السيء ولا متى سيحدث فهي تربط مصير الشخص وشخصيته وصفاته بتاريخ ميلاده وبإسمه وبعلاقاته مع الأبراج والكواكب أنا أعتبر أن التنجيم هو نفسه نفسه الأبراج كلما هناك أن الدجالين يلعبون بالألفاظ أما هو نفس الشيء فماشاء الله وضعوا لها خانة في الجرائب أخرجوا لها تطبيقات في فيسبوك جوجل بلاي على الأبل ستور يعني أينما ذهبت ستجده نفسك محاطا بتلك الأبراج حتى أن بعض الناس أصبحوا عندما يستيقظون من النوم لا بد له أن يفعل شيء واحد قبل أن يأكل قبل أن يتودأ ويصلي يجب أن يفتح الهاتف ويرى حظه لهذا اليوم أيضا يجب أن أنبهكم لشيء مهم جدا وهو خلط يقع فيه الكثير من الناس وهو أنهم يقومون بالخلط بين علم الفلك الذي يسمى أسترونومي وبين علم التنجيم الذي يسمى أسترولوجي فالأسترونومي هو علم فلك حقيقي ثابت وله علمائه وله قوانينه وله ثوابته أيضا التي تستند على الفيزياء والرياضيات وقواعد منطقية صحيحة ومعادلات رياضية فهذا علم له قاعدة أما الأسترولوجي فهي مجموعة من التخاريف والترهات التي أنشأها دجالون وقاموا بإلساقها بعلم الفلك وهي بعيدة عن علم الفلك كبعد جدة عن جهاز الآيفون لكن أيضا ما يجب أن تعرفوا من الأبراج والتنجيم ليست وليدة اللحظة وإنما منذ آلاف السنين فبداية الأبراج الفلكية وعلم التنجيم في الحقيقة كان أصله من بابل حيث أن تقسيم دائرة الأبراج إلى 12 قسم وجد في مخطوطات قديمة جدا في مدينة بابل واختلطت الأبراج الفلكية فيما بعد بالتنجيم والذي كان معروفا لدى المصريين القدماء بعلم التنجيم البابلي وعلى هذا الخلط تم الرضب بين الأبراج وبين يوم ولادة الإنسان كما تم الرضب أيضا بين الأبراج الفلكية وفلسفة الإغريق ورموظهم الإغريقية والتي ترى أن الكون أربعة عناصر وهي الماء الهواء النار التراب أو اليابسة وبذلك أصبحت هذه الرموز تمثل رموز الأبراج والتي لا زالت تستخدم إلى يومنا هذا والكثير من الناس لا يعرفون أي شيء عن هذه المعلومة حتى إن أردت أن تجادل هؤلاء الناس وتناقشهم في هذا الموضوع فسيبدو لك الشخص أمامك كأنه يعني باني حصن على جمجمته أيضا وصل الأمر ببعض الشعوب إلى أن أصبحوا يعبدون النجوم والكواكب فقد كان للكثير من الشعوب السابقة منذ آلاف السنين اعتقادات بأن النجوم والكواكب تؤثر على ما هو أسفل على ما هو في الأرض على الإنسان تؤثر على أحداث الحياة لا بل أكثر من ذلك اتخذوا هذه النجوم آلهة ومن بينهم قوم سيدنا إبراهيم الذي دأب على نهيهم على أن لا يعبدوا النجوم والقمر والشمس والكواكب حتى أن بعضهم لم يعبدوها ولكن ألصقوا بها صفات قدسية لكن ستقول لي مهلا نحن لا نعبد النجوم ولا نعبد الكواكب في الحقيقة نعم صحيح لكنك تؤمن وتصدق بما تقوله الأبراج والنجوم والمنجمين حتى ولو في الصفات فأنت تعتقد بأن ما يجري في عالمنا الأرض هنا من أحداث له صلة بتلك النجوم العلوية سواء بالإيجاب أو بالسلم وأن الحظ والنحس والسعادة والألم والحزن والرخص والغلاء والسلم والحرب والنجاح والفشل موجودة عند تلك النجوم فبربك تكلم معي بصدق ألم تشعر في يوم من الأيام براحة وسعادة عندما رأيت بأن برجك لهذا اليوم يحمل لك خبرا صارا ويحمل لك الكثير من الحظ ألم تشعر بالراحة والسعادة؟ أكيد فعلت أو العكس استيقبت واستكشفت برجك ووجدت بأن برجك يحمل لك أخبار سيئة ومصائب لهذا اليوم وأن حظك سيكون نحس ألم تشعر اليوم كله بأن قلبك منقبض؟ ألم تشعر اليوم كله بأنك لا تشعر براحة؟ من المتوقع أنك بقيت تنتظر اليوم كله ذلك الخبر السيء فقط كن صادقا مع نفسك بدون أن تضعها في التعليقات فشعورك بالسعادة في الخبر الأول وشعورك بالراحة في الخبر الثاني هو في الحد ذاته تصديق بأن ذلك البرج ما قاله حقيقي حتى ولكنت تصدقه بنسبة واحد في المئة حتى ولو بنسبة صفة إلى خمسة في المئة ما يجب أن تعرفها أن النجوم والكواكب والأجرام السماوية ما هي سوى مخلوقات من مخلوقات الله شأنها شأن ذلك الخنزير أو ذلك الإنسان أو ذلك الأسد أو لا أعلم تلك الأفعاء كلها مخلوقات من مخلوقات الله وكلها تنتشر في هذا الكون البالغ 14 مليار سنة ضوئية كأقل تقدير حسب العقل البشري وهي كائنات مسخرة لخدمتنا نحن كما قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي النجوم مسخرة لنا نحن لنهتدي بها ونعرف الشمال من الجنو ونعرف المصارات حسنا شخص آخر سيقول لي لا أنا لا أؤمن بما تقوله الأبراج لكن أصدق الصفات التي تعطى من الأبراج لشخص معين مثلا الإنسان الذي ولد في برج الثور ستكون صفاته كذا كذا وكذا اسمع أنت إنسان لديك معجزة وهي موجودة هنا هي العقل الذي ما زال سرا من أسرار الحياة إلى يومنا هذا صفات الإنسان وأخلاقه وسلوكياته وشخصيته يكتسبها مع الأيام بالتربية والتعلم وبالاختلاط مع الناس سواء كانوا جيدين أو سيئين قراءة كتب البحث استكشاف إلى غير ذلك صفاتك هي شيء ملك لك أنت وحدك وليست مرتبطة بنجم معين أو ببرج معين فبربك قل لي كم شخص كان عصبيا مع الوقت أصبح حليما كم من شخص كان مبذر مع الوقت أصبح مقتصد والعكس أيضا كم من شخص كان وحيدا مع مورولا للأيام أصبح اجتماعيا والعكس أيضا فمسألة الإنسان في الفلسفة هي واحدة من أعقد المعضلات لأنه من المستحيل معرفة نفسية الإنسان ولا حتى التنبؤ بتصرفاته ونفسية الإنسان كانت تحير الفلسفة منذ يعني عقود وعقود منذ ألاف السنين ما زالت إلى اليوم لأنه قد يكون شخص ضريف لطيف وعلى الغد تسمع بأنه ارتكب جريمة قتل ففسرها بربك ففسرها فعندما تقول لي أنا أؤمن فقط بصفات البروج فأنت تؤمن بشيء بين الأبيض والأسود لأنه شيء يمكن أن ينطبق على كل شخص كأن تقول لي مثلا البرج الفلاني صفاته عصبي وهل هناك شخص في هذا العالم ليس عصبي الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأي مخلوق في هذا الكون سيطر على الإنسان بل بالعكس استمع لهذه الآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يجب أن تسطر على كلمة جميعا مليون سطر جميعا كل شيء مسخر للإنسان وليس العكس حتى البكتيريا والضرات والإلكترونات وكل شيء سخرناه حتى أننا نفكر الآن في غزو الكواكب الآن نركز معي في هذه النقطة لأنها مهمة جدا فلو كانت صفات الناس تتحدد بالشهر الذي ولدوا فيه لكان الناس كلهم 12 مجموعة على هذا الكوكب صحيح؟ يعني على عدد الشهر وكل مجموعة برج معين ستضم ملايين الناس متطابقين كأنهم نسخ كلهم لديهم نفس الصفات 600 مليون إنسان من برج الحوت لديهم نفس الصفات 100 مليون من برج الحمل لديهم نفس الصفات إذن البشرية ستنقسم إلى 12 صنف وكل صنف لديهم صفات معينة وعليه لما نشأ علم الاجتماع من الأساس ما فائدة علم الاجتماع إذن وتنتهي جدلية النفس البشرية في الفلسفة يجب أن تعرف أن كل هذه الأمور تعتمد على الحد حيث أن الله تعالى قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا فالظن في واد والحق دائما في واد آخر يبعد عنه ما لا نهاية ولهذا السبب أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدق فدائما ستجد أن الأبراج والمنجمين لهم نسبة معينة من الصدق تجد دائما أن تلك النسبة تلعب بين الخمسة والعشر في المئة بينما الخمسة وتسعين إلى تسعين في المئة كلها هراء وتراهات فلماذا أنت تمسك بالخمسة في المئة والعشر في المئة وتغض الطرف عن التسعين في المئة الخاطئة إذن أنت تذهب إلى ما تريده هواك ما تريده نفسك إلى ما سترتاح له هناك بعض الناس الذين سيقولون بأن برجي يتلاءم تماما مع صفاتي فكيف تفسر هذا؟ أولا يجب أن تعرفوا أن من كتب تلك الصفات هم بشر وليس النجوم التي نزلت وكتبت تلك الصفات هنا وهؤلاء الأشخاص الذين كتبوا هذه الصفات لهم خبرة معينة خبرة في التواصل مع أفكار الناس ليسوا عاديين فهم يعرفون مدى قابلية المتلقي للتصديق لهذا في الغالب ستجد عبارات تجعل القارئ يحتار ويشك في التصديق وحين تقع تجعله يشك ربما فعلا ما يحدث حقيقي فالشيء الذي يلعب على عقول الناس هو استعمال كلمات وصفات يعني تنطبق على أي إنسان في هذا الكوكب العصبية من منا لا يغضب؟ إنسان حنون وكل أم في هذا الكوكب حنونة حتى الأخ حنون على أخيه الحزن والاكتئاب ومن منا لا يحزن؟ أهل نحن روبوتات مثلا؟ أي بشر يحزن؟ مثلا فاشل ألم تقرأ قصص المليارديرات كيف كانوا فاشلين في بداية حياتهم؟ مثلا جاكما ألم تدرسوا كيف كانت حياته؟ أدرس الناس الذين كانوا فاشلين في البداية لكن كيف أصبحوا الآن؟ أو يحب الخير للناس؟ ومن منا لا يحب الخير للناس؟ فكل هذه صفات تنطبق على أي شخص على هذه الأرض فشكرا لأي شخص تابع مع الفيديو إلى نهايته أتمنى أن تكون الفكرة وصلت بوضوح لكم فحنجرتي تؤلمني من كثرة الكلام فلو استعملنا قليلا هذه النعمة سيجف مستنقع الجهل والتخلف أراكم في فيديو جديد